موسيقى حقيقة معظم الناس يظنون أن التسكية الواردة في القرآن الكريم هي مجرد تسكية للنفس وأن تسكية النفس تعني الزهد البارد كما قال عبد الله بن مبارك أو القناع البارد كما قال علماؤنا بينما التسكية إخوة الكرام وأخوات الكريمات هي تسكية للروح بأن يتحقق لها السمو وللنفس بأن تكون مطمئنة وراضية مرضية وللقلوب بأن تكون سليمة وللعقل والفكر بأن يكون هذا العقل مبدعا وخيرا ومفكرا في خير الأمة وفي الإنسان وتصرفات الإنسان بحيث تكون هذه التصرفات تصرفات حقيقة إذن التسكية في الإسلام حقيقة من أهم القيم الإسلامية ومن أهم القيم الدينية هذه القيم الدينية أيضا ليست لذات التسكية وإنما للانتقال بهذه التسكية إلى الحركة حينما تكون لو خشع قلبه لخشع جواريحه حينما تكون القلوب نظيفة تكون تصرفات نظيفة وحينما تكون النفوس مطمئنة وليست أمارة بالسوء حينئذ تكون التصرفات كذلك فإذن نحن نناقش أن القرآن الكريم أراد بتسكية النفس أن يصل الإنسان إلى هذا المستوى الراقي العظيم بحيث يكون مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان بمثابة قرآن يمشي في الأرض فالقرآن الكريم يصور لنا هذه التسكية بهذا المستوى وليس مجرد زهد بارد أو مجرد عبادات بعبادات بمعناها الخاص بعيدة عن الحركة وعن الأخلاق وعن السير والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فالتسكية هي تسكية للنفس وقد أولى الله سبحانه وتعالى لها عناية قصوى حتى إننا نرى في سورة الشمس أن الله أقسم بأكثر من عشرة مرات أقسم الله أو تنعش مرة ثم بعد ذلك قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية تسكية النفس وأن نتيجة الإنسان وخيبة الإنسان أو فلاح الإنسان مرتبطان الفلاح بالتسكية والخيبة بعدم التسكية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لهذه التسكية القرآنية الشاملة أستاذ محمد قرمز أهلاً وسهلاً في برنامج مفاهيم قرآنية نحن في هذه الحلقة سوف نناقش مع أستاذة ومع حضراتكم مفهوم التسكية أنا أعرف أنك كنت تهدم بالتسكية طول حياتك وأنا أعرف خلفيتك أنك دخلت في مدرسة التسكية وأنت صغير يعني على حسب ما قالت في سيرتك الزاتية كيف نفهم مفهوم التسكية في القرآن وكيف نستفيد من هذه التسكية من خلال تجربتك ومفاهيمك القرآنية في الحقيقة أستاذ عمر كلمة تسكية كلمة مقاصدية من مقاصد الأخلاق علم الأخلاق لأن المقصود من الأخلاق تسكية النفس وأيضاً التسكية من وظائف الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمكم الكتابة والحكمة ويزكيكم يعني الأنبياء أيضاً ما علموا الناس فقط وبعد هذا التعليم كانت من مهمتهم التسكية وبهذا التسكية أنشأوا جيل نموزجي الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث والسنة والآيات والعلم والمعرفة فقط أخذوا الحكمة وأيضاً أخذوا التسكية والتسكية بعد مر الزمن تحول إلى الكلمة أساسية في علم التصوف وعلماء التصوف صنفوا العملية التسكية إلى قسمين وسموا الأولى التخلية والثاني التحلية والتخلية تخلية النفس تخلية القلب تخلية الروح من أخلاق مزمومة الحقد والحسد والكفر والبغض والنقمة لهم القائمة كبيرة في أخلاق مزمومة والناحية أولى للتسكية تخلية النفوس من هذه الأخلاق المزمومة ولكن هذا لا يكفي والثاني التحلية التحلية بالأخلاق الممدوحة بالأخلاق الحميدة بالأخلاق الحسنة وهكذا في الحقيقة نحن لا سيما في عصر الحاضر نحن فرقنا بين التعليم والتسكية والتعليم إذا جمع مع التسكية نصل إلى مقاصد الشرعية إلى مقاصد أخلاقية أيضا نعم جزيلا شكرا جزيلا أستاذ علي قراداغي مفهوم التسكية مفهوم مهم وخطير جدا إذا فرقنا بين التربية والتعليم والتسكية النتيجة لا تكون صالحة للمجتمعات ولا تكون مفيدة قد تستطيعون تربي أجيالا لكن بدون تعلم الأجيال لكن بدون التسكية والتربية المصير سيكون خطير جدا إذن كيف نوصل مفهوم التسكية القرآنية في المجتمعات المعاصرة كلمة التسكية بالإضافة إلى ما تفضل به فضيلة أخي الحبيب فضيلة شيخ محمد التخلية والتحلية لها معنى آخر مهم جدا وهو الزيادة والنمو وتطور أي أن هذه التسكية لا يجوز أن تبقى لأن كلمة الزكاة من التسكية لها ثلاثة معاني والإمام الشافعي رحمه الله يقول المعاني ما دامت كلها مقبولة لا بد أن ترات فإذن التحلية والتخلية التخلية والتحلية وكذلك والتنمية أي تطوير ولها مؤسسات وأنا حتى تترقت إلى المؤسسات التنموية والتسكية هذا جانب وهذه العملية ليست سهلة بدليل أن القرآن الكريم حينما يتحدث مثلا عن قضايا الكون والتدمير وما أشبه ذلك والهلاك يحلف رب العالمين مرة أو مرتين لكن حينما يتحدث القرآن الكريم عن قضية النفس وتربية النفس أربعة عشر مرة ثم يتكلم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها ما أقرأها لنه حتى ما يحسب علي شيخ عمك بعدين الجواب إيش قد أفلح من زكاها شوف بينما مثلا في الأمور الأخرى في الهلاك والفجن وبعدين ثلاثة أو ثلاثة مرة وبعدين جاء النتيجة إن ربك لبي المرصاد حتى في قضية الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق لكن لما يجي القضية إلى النفس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس هذه إشارات مهمة جدا أن عملية التزكية وعملية التربية ليست عملية سهلة نحتاج إلى جهود كبيرة جدا من الجميع هذا جانب وهذا مما يؤكد أنه اليوم مع الأسف الشديد فصلوا سامحني شوية فصلوا بين التعليم والتربية وجعلوا التربية للمواد هذا غير صحيح التربية التي يريدها الله سبحانه وتعالى أن تكون جميع المواد مرتبطة بالتزكية حتى مواد الشريعة مواد الشريعة ليست مواد التزكية من حيث هي وإنما هي وسائل أن تربط بهذه التزكية أنا لما أصلي إذا ما ربطت الصلاة بنتائجها ما سوينا شيئا إن الصلاة تنهى إذا المواد الشرعية ليست مواد تربوية من حيث هي بل جميع المواد الطب أنا لما أدرس الطب وإلى آخره هذا الجانب والجانب الآخر بالمناسبة أن التزكي يجب أن تتجه إلى الداخل ليس إلى النفس فقط وإنما إلى الروح وإلى القلب وإلى النفس وإلى العقل أربعة أشياء الروح والقلب والنفس والعقل ولكل واحد من هذه الأشياء أو واحدة لها غذاؤها وتحليتها وتخليتها وتنميتها وتطويرها وأنت لا تسمح أنا لا أسمح أنا أعرف أن لديك كثير وأنا أعرف أنك تؤلف كتابا في هذا المجال أتمنى أن يرى كتابك الشمس ونستفيد منها كثيرا على مدى البعيد ما سميته بفق القلوب ومبارك الله فيكم أستاذ صلابي فهمنا أهمية التزكية من المشايخ لكن ما هي وسائل التزكية في القرآن أعظم وسائل التزكية في القرآن الكريم الدعاء إلى الله والتضرع والانكسار بين يديه وهذا نتعلمه من أبينا آدم عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين والله سبحانه وتعالى قال بل الله يزكي من يشاء أن يهدي ويوفق من يشاء فبالتالي الالتجاء إلى الله بالدعاء والانكسار بين يديه من وسائل التزكية العظيمة النقطة الثانية الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته كلما تغلغلت محبة النبي عليه الصلاة والسلام في نفوسنا كلما تطهرت أكثر ولن يكون ذلك إلا بإدمان قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام فهي من وسائل التزكية ومن وسائل التزكية التلاوة القرآن إن الذين يتلون كتاب الله وأيضا وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سر وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور فذكر تلاوة القرآن وإقامة الصلاة وأوضح ذلك في لما قال الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل المحافظة على الصلاة الخمس من وسائل التزكية العظيمة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ومن الليل فتهجد به نافلة لك أي قيام الليل من وسائل التزكية قيام الليل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ثم وقل ربي أدخني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق أي الدعاء واجعل لي من لدنك سلطان النصير وقل جاء الحق وزهق الباطل وهي الدعوة إلى الله من وسائل التزكية وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا قال الله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاه ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة والله ذكر النفوس البشرية والنفس المطمئنة والنفس الأمارة بالسوء والنفس التي فيها الفجور وفيها التقوى وطلب مننا الوصول إلى النفس المطمئنة النفس الأمارة بالسوء وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي والنفس المطمئنة يا أيها النفس المطمئنة رجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي هذا تحتاج للتوحيد وتلاوة القرآن وقيام الليل والذكر وسائل عديدة ذكرت في كتاب الله وبيّنها النبي صلى الله عليه وسلم وصلت رسالتكم أستاذ الكريم أستاذ نجار كيف نتعامل بالتسكية كمفهوم قرآني هل ورد مفهوم التسكية في مقاصد الشريع في كتب مقاصد الشريع أيضا؟ لا أنا سأتناول نقطة أخرى لأن التسكية كما هي مفهوم قرآني يقع فيها الغفلة عن ركن مهم من أركان التسكية وهي ما أشار إليه الشيخ علي منذ حين علي القرداغي تسكية الفكر الفكر بمعنى التفكير بمعنى تسكية العقل كيفكر تفكيرا صحيحا يصل بصاحبه إلى الحق في القرآن الكريم آيات كثيرة تدعو الناس إلى تسكية عقولهم وتسكية تفكيرهم وأرشد القرآن إلى قواعد في هذا السياق منها قاعدة التبين كما سنتناوله وقد لام القرآن الكريم لوما شديدا وقرع تقريعا أولئك الذين غفلوا عن عقولهم فأصبحوا يتبعون آباءهم فيما يقولون وفيما يفعلون إذن تربية العقل لكي يفكر الإنسان تفكيرا صحيحا هي من التسكية هي التنمية لهذا الفكر هي تنمية لهذا العقل هي تصفي له وهي ما هو مفهوم قرآني لا ينبغي أن نغفل عنه وأن نلحقه بما هو سائر وما هو شائع من مفهوم للتسكية كاده يقتصر على تسكية الروح وتسكية النفس بالمعنى حتى في القرآن الكريم قد أفلح من زكاها زكاها النفس والنفس لما نقرأ القرآن نجدها حتى عند الفلاسفة العقل قوة من قوى النفس وعينما نتكلم عن تسكية النفس فنتكلم أيضا عن تسكية العقل بل حتى تسكية الجسم القرآن الكريم فيه دعوة إلى تنمية الجسم وإلى تطهير الجسم وهذا هو معنى التسكية بأن نتريض بأن نمنع أجسامنا عن الأمور عن المشروبات والمأكلات المذرة به فإذن التسكية مفهوم هو التطهير هو التنمية مفهوم شامل للكيان الإنسان بأكمله وهكذا في ظني ينبغي أن نفهم وأن ندعو إلى هذا المفهوم شكرا أستاذ وصلت أستاذ خادمي هناك مراكز لتنمية البشرية لكن أنا لم أسمع هناك مراكز لتسكية البشرية والتنمية البشرية وتسكية البشرية مترادفانة مفيدة تاني لبعضهما هل يمكن أن نؤسس مؤسسات ونسميها مراكز لتسكية البشرية؟ التسكية البشرية أو التنمية الإنسانية وهي تطوير للتنمية البشرية بمعنى أن التنمية الإنسانية هي أبعد نظرا وأوسع أثرا وأعمق أفقا لأن التنمية الإنسانية هي تنمية الإنسان بتزكيته روحيا وعقليا وقلبيا بتزكيته فرديا وجماعيا وأيضا بتزكية البيئة والمحيط والواقع الذي يعيشه لنا اليوم كذلك أن نتحدث عن تزكية وطنية وتزكية مؤسسية وتزكية الإعلام والمؤسسات التزكية بالمعنى القرآني ليست فقط تزكية الأفراد تزكية الأفراد جزء من التزكية بالمفهوم القرآني ولكنه آل أمرنا بتراجع لوعي قرآني وتدبر مطلوب آل أمرنا إلى أن نقتصر في التزكية على تزكية الفرد وحتى الفرد نفسه تزكيته في عبادة أو في مسجد أو في زاوية وليس التزكية في مصنعه في متجره في إعلامه إذن التزكية ببعد فردي وجماعي التزكية ببعد مؤسسي دولي نحن عالمنا اليوم يحتاج إلى تزكية دولية لماذا؟ لأن الإنسانية لابد أن تتزكى وأن تتجه نحو الله عز وجل بتخلية وجدانها ومنظوماتها من الضغاء السياسية ومن العذابات البشرية ومن المخططات الاعتدائية على الأمم والشعوب إلى التحلية بمعنى أن نعمر المؤسسات الدولية المجتمع الإنسان أن نعمره بالإنسانية في بعدها التربة والتزكية هذا كله بمفهوم قرآني والحمد لله كيف نلخص ما سمعناه بشكل مختصر؟ أولا ما يمكن أن نستنتجه من كل ما قيل من أصحاب الفضيل العلماء هو أن التزكية هي تزكية لملكات الناس بمعنى أن هذه الملكات ينبغي أن نهتم بها كلا على حدة وتزكية كل ملكة بتزكية معينة فمثلا تزكية النفوس بتحليتها بالقيم وبالفضائل وبحسن المعاملة وأيضا تزكية العقول كما تفضل الشيخ عبد المجيد باتباع أفضل المناهج الإنسانية التي توصلنا إلى اليقين وهذا موجه إلى العلماء والأكاديميين والجامعيين بوجه عام طلابا وأساتذة كل هؤلاء مطالبون بأن يمكنوا العقل من انتقاء أفضل المناهج الإنسانية للوصول إلى اليقين الذي يتفق عليه الجميع خصوصا وأن الفلاسف يقولوا العقل هو أعدل الملكات قسمة بين الناس وبذلك نعمل أيضا تزكية البدن كما قال الدكتور عبد المجيد بالصوم وبعياضة العقل السليم في الجسم السليم ومعنى هذا أننا نصل إلى حوصلة عامة لكل هذه الملكات وهو أن التزكية أو التصفية أو التصوف كما يطلق علي البعض هو منهج للمشاركة في قضايا المجتمع وليس للإنزواء عن المجتمع أو الإبتعاد عنه أو التخلي عن مشكلات المجتمع بحكم الاتصال بالله فقط الاتصال بالله لا يكون إلا بالاتصال بعباد الله وهذا هو الذي يمكن أن نصل إليه كنتجة شكرا جزيلا أستاذ الكريم وصلاة الرسالة أستاذ الكرام أشكركم شكرا جزيلا أنكم كل واحد منكم تناول موضوع التزكية كمفهوم القرآني بأبعاد مختلفة جزاكم الله خيرا ونلتقي في حلقة جديدة من برنامج مفهوم القرآني السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة